تحقق اكتفاء زيتي وفاقد للتصدير فهنا محاصيل زي فكهة خضار اكتفاء زيتي اهو وتصدير وتصدير في نفس الوقت يعني انا عندي اكتفاء زيتي في الفكهة والخضار والرز والدرى والدرى رفياعة والدواجن والبيض والقلبان ده اكتفاء زيتي الأصفر والأحمر واكتفاء زيتي ومع فاقد اللي هو السبع مليون طن اللي انا بصدرهم تقريبا لكل دول العالم يعني كل دولة بتستورد غزاء عندها ركن اسمه منتج مصنوع او منتج تم انتاجه في مصر المحاصيل اللي دخل على اكتفاء الزيتي محاصيل السكرية والأسماك وغيره خلينا نبص على الرئيق المستقبلية للقطاع الزراع المحاصيل دي دخل على اكتفاء الزيتي اه المحاصيل الفجوة ليه زي الامح والدر لا دي محاصيل الفجوة اللي ما زالت فجوة طبعا لانه محتاجة مساحات كبيرة وده اللي الدولة بتعمله من خلال توسع الافق بالمناسبة ومحتاجة انتاج اكبر من خلال توسع الرأس فالمحاصيل اللي فجوة الدولة حطاها ووزارة الزراع حطاها نصب عينيها بس هتقلل شوية الفاتورة الاسترادية وده اللي بيحصل دلوقتي من هذه المحاصيل رؤية وزارة الزراع المستقبلية ده دولاب العمل اللي سيد وزير الزراع حطه امام عينيه يوميا ان لازم التقليل الفجوة من السلعة الاسترادية عشان تقليل فاتورة الاستراد اتجاه لزيادة تنفسية للصدرات الزراعية ان انا صدر اكتر وافتح اسواق اكتر وجوجة المنتج المصري الزراعي يكون موجود في كل دول العالم وبقية الاجراءات الموجودة الحياة كلها في النهاية اقول لحضرتك حاجة انا عافية ان الوقت دائق جدا في النهاية ملف الامن الغذائي المصري الدولة المصرية تحقق فعليا الامن الغذائي لمواطنيها رغم محدودية كل هذه الموارد انزل اي سوق في اي منطقة شعبية هتلاقي خريطة جميلة كل المحاصيل المفروض تتزرع في الشتاء والصيف تلقون في نفس التوقيت ده معناه ايه؟ معناه ان لا ان الحمد لله ملف الامن الغذائي في ايد امينة